اهلا بك عزيزي المشاهد في برنامج اسألوا ولا انت سؤك تعالوا نشوف نسمع مع بعض سؤال للحلقة قال المسيح ليس احد صالح الا واحد وهو الله فاذا كان المسيح رفض ان يكون صالحا فكيف يكون اله مين قال ان المسيح رفض ان يكون صالح جبت منين الكلام ده هو ما قالش للسائل لا تدعوني صالحا لكن قال له لماذا تدعوني صالحا ده السؤال للسائل لان اليهودي فاهم كويس ان ما فيش حد صالح الا الله وده اللي اكده المسيح وكانه بيقول الشاب انت عارف او عارفتنا مين عشان كده بتقول كده كمان في اكتر من مرة يوصف المسيح نفسه بانه الصالح فمثلا يقول في انجيل يوحنى عشرة حداشر انا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبزل نفسه عن الخراف وبعدها بعددين في نفس الاصحاح يقول تاني اما انا فاني الراعي الصالح واعرف خصتي وخصتي تعرفني فكلام المسيح مع الشاب بالعكس بيأكد انه هو الله لانه بيأكد انه هو الصالح الوحيد باعتباره الله المتجسد والانسان الوحيد اللي بلا اي خطيه بشهادة الكل وبشهادة كل المعتقدات اذا سؤال المسيح للشاب اللي سألوا ما كانش انكار للغوة المسيح لكن كان بيقودوا للفهم وليعتراف بانه هو الله عشان كده هو الصالح المسيح هو الوحيد اللي قال من منكم يبكتني على خطيه يعني مين يقدر يشهد علي بغلطة واحدة. عايزي المشاهد فكر في اللي قلناه مستنينك في الحلقة الجاية مستنين اي سؤال عندك مهما كان عشان برنامجنا اسمه اسألوا ولا انت سوقه.